بيروت ينضم إلينا أستاذ أسعد بشارع الكاتب والباحث السياسي أستاذ أسعد يعني حينما يقول جون كاربي أن العملية أو أن مقترح حماس يقع في حدود الصفقة التي يتم العمل عليها خلال الأشهر الماضية هل بذلك يحث إسرائيل على الموافقة على هذا المقترح؟ نقاط الاختلاف بين إسرائيل وحماس كبيرة جدا الصفقة يعني باريز اتنين الاتفاق على صفقة رهائن وهدنة طويلة الأمد والإفراج المتبادل عن رهائن إسرائيليين وفلسطينيين إذا ما تم الاتفاق عليها فإنها ستكون ضمن حل من زاوية حل جزئي على أن يتم نقل القضايا الخلافية إلى مراحل لاحقة بالاعتقاد أن هذا الضغط الأمريكي الكبير الذي يمارس على إسرائيل والذي يطلب من الدول العربية الأساسية المساعدة في المفاوضات مصر وقطر أن تضغط على حماس لإتمام هذه الهدنة الإنسانية على الأقل خلال شهر رمضان لمدة أكثر من شهر رمضان لمدة أربعين يوما هذا الضغط الأمريكي يحاول تجزئة الصفقة تجزئة الحل الكامل الذي يؤدي إلى وقف الحرب إلى مراحل فإذن حماس يمكن باعتقادي بعد هذا الانسداد وتحت ضغط الكبير الذي تمثله الأزمة الإنسانية المرعبة في غزة أن توافق على هذا الموضوع مع ربط بالنسبة للمرحلة الثانية التي تريد منها وقف كامل للحرب وانسحاب إسرائيلي المرحلة الثانية مرحلة الغموض البناء أما المرحلة الأولى فهي التي يجد تفاوض عليها اليوم وبالتوقع أن هناك احتمالات معقولة لإحداث اختراق لأن هناك مصلحة إسرائيلية بالإفراج عن رهائن وليس هناك من قدرة إسرائيلية على تحدي الإدارة الأمريكية بإخرار أو الدخول بحرب معركة رفح بالتالي إسرائيل يفترض أن تجمد العمليات العسكرية خلال شهر رمضان بصفقة أو بدون صفقة ما أعطى الأولوية الأمريكية للمساعدات الإنسانية ولبناء الرصيف البحري الذي عبره سيتم إدخال المساعدات إلى غزة فيما حركة حماس إذا ما أفرجت عن جزء من هؤلاء الأسرة وتركت الجزء الآخر المهم الذي هو العسكريين المجندين والعسكريين فهي قادرة على الاحتفاظ بأوراق أخرى للتفاوض الذي يمكن أن يعقب هدنة 45 يوم إذا ما تم الاتفاق عليها طيب يعني برأيك لماذا يمكن أن تتعامت إسرائيل يعني إذا كانت حماس قللت من الصقف العدد تقل عدد الأسرة المطلوب الإفراج عنهم تقل لا لا يزال هناك 135 أو حوالي 140 لاس العدد دقيقا بيد حماس سواء كانوا قتلى أو سواء كانوا أحياء أو جرح يعني أحياء لم يصابوا أو أحياء جرح وهذا ضغط هائل على نتنياهو حكومة الحرب الإسرائيلية بالتالي يجب أن نقرأ محاولات الوصول إلى هدنة من خلال حسابات الطرفين حسابات حماس وحسابات إسرائيل إذا لم تستطع إسرائيل أن تباشر فورا بعملية في رفح إذا ما فشلت الهدنة فأن هذا سيكون وقتا مستقطعا يمكن أن يستفاد منه في عودة المزيد من الرهائن إذا تمت الصفق نتنياهو سرب بأنه وافق مبدئيا على خطط الدخول العسكري إلى رفح هناك نقاش في الحلقة الإسرائيلية الضيقة وقد قاله جانس على العلن بأن استمرار الجيش في غزة من دول اتفاق على اليوم التالي أي من سيدير غزة في مرحلة ما بعد الحرب هذا يستنزف الجيش ويحمله مسؤولية التعرض لخسائر أكبر والانتقال إلى ما يشبه الصومال في غزة التسريب هذا الخبر هو من باب الضغط على حماس لإجراء للاتفاق على هدنة وليس من باب المباشرة الفورية إذا ما فشلت الهدنة في عملية عسكرية في رفحه وباعتقاد حركة حماس تعرف هذا الأمر والمفاوض يعني المصريين والقطريين يعرفون أيضا هذا الأمر ليس هناك من قدرة على تصور معركة فورية الآن هناك احتمالات واقعية للوصول إلى هدنة مع يعني ادعاء نتنياهو إذا ما وصلت هذه الهدنة بأنه لم يسلم بالوراقتين الأساسيتين الانسحاب الكامل ووقف الحرب وأن حماس يمكن أن تقول أيضا بأنها قبلت بمرحلة أولى على أن تكون المرحلة الثانية للتفاوض حول تحقيق هدف وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي حماس تقدم أفكارا تفصيلية هناك عقدتين في هذه الأفكار أولا طبيعة إعادة الانتشار الإسرائيلي يعني الشارعين الرئيسيين في وسط غزة الرشيد والشارع البحري يعني من شمال إلى جنوب غزة يعني إفساح المجال أمام إعادة الوصل بين الجنوب والشمال وعودة اللاجئين الفلسطينيين ولو على البيوت المدمرة في شمال غزة والأمر الثاني عفواً هو موضوع موضوع عفواً هو موضوع القرار باستئناف الحرب باعتقادي أن هذه النقطتين أساسيتين وهما إذا ما نجحت لدنا سيؤجلان إلى المرحلة الثانية طبعا هل ترى أنه يمكن بالفعل الموافقة نتنياهو على الانسحاب الكامل وعدم استئناف هذه العملية العسكرية وتوسيع الهدنة إلى وقف كامل لإطلاق النار من مصلحة نتنياهو أن يعيد جزءا من الرهائن الآن لكن ليس بأي ثمن إعادة جزء من الرهائن ليس على حساب القرار المتخذ في حكومة الحرب باستكمال العملية العسكرية بعد الهدنة الأولى استعادة الرهائن ليس على حساب الخضوع لانسحاب إسرائيلي الآن من غزة وهذا إذا حصل طبعا سيمكن حركة حماس من أن تعيد إمساك مفاصل السلطة ولو بشكل جزئي وأن تمسك بورقة المساعدات وإيصال المساعدات وإعادة الأعمار ولو أيضا جزئيا وبالتالي هذا سقفه سقفه القبول بعملية استرداد رهائن من دون تقديم تنازلات كبرى فيما حماس تعرف أن الورقة الأخيرة بيدها ليست رفح رفح هي عملية تفصيل عسكري بعد أن وصل الجيش الإسرائيلي إلى أن يمسك بزمام ثلاثة ربع قطاع غزة جغرافيا لا يزال هناك بقعة رفح الورقة الأساسية بيد حماس هي ورقة الأسرة وخصوصا العسكريين هي تفاوض الآن على الجرحى والمدنيين وكبر السن والعجائز والنساء والأطفال وبالتالي هذه الورقة هي ورقة تنتقل حكما إذا ما تم الاتفاق على الهدنة إلى مرحلة ثانية وربما مرحلة ثالثة طيب الإطالة تأمد هذه الحرب مهمة للحفاظ على الائتلاف الحكومي ولإطالة تأمد بقاء نتنياهو دون محاكمة إذا ليس من مصدحته على الإطلاق لكن في النهاية هذه الحرب ستنتهي أجلا أم عاجلا هل ساعتها ستختلف الحسابات ولن يتعرض للمحاكمة؟ هناك لعبة رولات في إسرائيل بالنسبة للوسط السياسي ونتنياهو يلعبها بجدارة يعني هو يقول قد قلناها سابقا وقد وصف في أحد وسائل الإعلام الغربية بأنه يريد أن يكون تيرشيل إسرائيل بمعنى تيرشيل بريطانيا بالعام 1939 الذي أنقذ بريطانيا من الاحتلال النازي وسهم في معركة وجودية هزمت النازية وأسقطت هتلر في النهاية نتنياهو يريد أن يقول أنا الذي خلصت إسرائيل من خطرين كبيرين خطر جاسم ماثل في غزة في حركة حماس وخطر ماثل في الشمال عبر حزب الله بالتالي كما تتفضلين يهمه إطالة أمد الحرب لأن هذا مجلس الحرب الإسرائيلي من الصعب أن يتفكك ولو ابتعدت وجهات النظر بين أركانه بالتالي إسرائيل في حالة حرب ونتنياهو يحاول الاستفادة من هذا الموضوع لكي يخرج في نهاية المعركة إذا ما استطاع يعني أن يقول أنا الذي قضيت على حركة حماس أنا الذي أبعدت خطر حزب الله من الشمال مصلحته في الاستمرار حتى النهاية هذه المصلحة لأول مرة في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تؤدي إلى فجوة كبيرة وكبيرة جدا في العلاقة ما بين الحكومة الإسرائيلية ورئيس الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية ومن هو في البيت الأبيض الفجوة الآن كبيرة جدا بسبب تضارب المصالح والرؤى نتنياهو يريد الاستمرار يقبل بهدنة على الطريق يتابع الطريق أما إدارة بايدن فتعتبر أن استمرار الحرب بالوتيرة الإسرائيلية التي تسقط المدنيين الفلسطينيين والتي تدمر ما لم يتم تدميره حتى الآن في غزة على مرأة من العالم ستؤدي إلى إصابة هذه الإدارة في مرحلة طبعا هي ذاهبة إلى انتخابات رئاسية مع كل الصعوبات التي تعتري الحملة الرئاسية للحزب الديمقراطي فأمريكا تريد هدنة إنسانية تمهد للتفاوض على وقف الحرب طبعا ليس وفق أجندة حماس تفاوض وفق معادلة يعني التفكير كيفية إدارة غزة في اليوم التالي للحرب وليس إعادة تسليمها لحركة حماس ولكن بالطبع الإدارة الأمريكية تتعارض الآن جوهريا مع نتنياهو ومع رغبته في استمرار الحرب طيب إذا كانت إسرائيل يعني الأوضاع بالفعل مفهومة مسألة التوتر مع واشنطن وبذلك ما معنى أن نتنياهو فقط يلوح بدخول رفح أو اجتياح رفح بريا دون أن يقدم على ذلك هو بالتأكيد لا يأبى بالموافقة الأمريكية لكن ربما لديه غرض يعني ربما يطمع في صفقة بهذا التلوح نعم هو يضع التلويح هذا على الطاولة كأداة ضغط على حركة حماس وعلى الجانب المصري أيضا ويعني طبعا مع كل المعلومات التي تقول بأن إسرائيل تسعى إلى تطمين مصر بأن العملية التي إذا ما بدأتها في رفح لن تؤدي إلى فتح الحدود على تدفق الفلسطينيين إلى سيناء هذه لا يمكن أن تكون ضمنات مضمونة هذه مجرد تطمينات لكي يمهد الطريق أمام بدء هذه الحملة ولكن هناك مجموعة من الموانع التي تصعب على نتنياهو خلال شهر رمضان أن يبدأ بحملة عسكرية في رفح أولها أن الاستعداد للمساعدة غزة عملياتيا ومنها الرصيف البحري الأمريكي وبدء دخول المساعدات وتقطيع أوصال القطاع يعني لن يمكن ببساطة إعادة إجبار اللاجئين المليون واربعمائة ألف في رفح على الخروج من المدينة ومن محيطها بحيث يصبح الجيش الإسرائيلي قادرا على القيام بحرب من دون أعباء يعني التعرض للمزيد من الانتقادات حول خرق حقوق الإنسان وتنفيذ مجازر بحق المدنيين بالتالي الترحيل الآن السريع للفلسطينيين من رفح ليس متيسر الأمر الثاني أن نتنياهو لا يمكن أن يقدم على يعني ما يؤدي إلى إرساء قطيعة نهائية مع الإدارة الأمريكية سيبقى في حالة تفاوض خلال شهر رمضان ولا أعتقد أنه قادر على اتخاذ قرار الآن ببدء معركة رفح الجميع الآن ينتظر الهدنة إذا ما تم إقرار هذه الهدنة بالطبع تكون الأربعين يوم المقبلة إذا بدءا من سريان الهدنة فرصة لتزخيم عملية المساعدات الإنسانية التي تقودها الآن الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة ودول عربية أساسية تسعى أيضا ولها مصلحة كبرى بأن تدخل في ملف المساعدات لكي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني منها الإمارات السعودية كل الدول وحتى مصر وكثير من الدول العربية سيكون هذا المرفأ مدخلا إلى تقديم المساعدات وإلى تحويل الأنظار عن حرب عسكرية مجمدة إلى حملة ستكون من أكبر حملات الدعم الإنساني في غزة وهل هذا الممر البحري أو الميناء بريء من كل ما تمت إثارته حوله خلال الأيام الماضية من أنه سيكون موطق قدم للولايات المتحدة الأمريكية وأنه سيستخدم لإيصال المساعدات العسكرية لإسرائيل وسيستخدم لتصدير الغاز من غزة إلى الخارج على الرغم من وحشية الحرب على الرغم من كل التهجير والقتل والدمار وهذه حقائق يجب الاعتراب بها بأن الشعب الفلسطيني أصيب بغزة بنكبة كبرى فإن هذا الشعب قادر عبر هيئاته السياسية وهنا مجال مفتوح للكلام عن إعادة هيكلة السلطة وغيره لأنه يجب هيكلة وإصلاح من سيتكلم باسم الشعب الفلسطيني لأن المرحلة خطيرة جدا على هذا الشعب فبالتالي هذا الشعب هذا المكون قادر على عرقلة كل هذه الهواجس يعني لا يمكن تصور أن تأتي عملية تنقيب في مارينة غزة في هذا المخزون الذي يقال أنه مخزون فيه تريليونات من الغاز وأن يتم سرقة هذا الغاز لمصلحة إسرائيل أو أمريكا باعتقادي هذا أمر صعب نعم هناك احتمالات كبرى لبعد الحرب لأن يبدأ في غزة مصار آخر يؤدي إلى إعمار غزة يؤدي إلى بدء تنزيم هذا الحقل الذي هو ملكية فلسطينية خالصة والبدء بالإنتاج هذا أمر يتطلب نعم سنوات ولكن يمكن أن يكون مخزونا هائلا يؤدي إلى المساعدة في إعمار غزة وأنهاض الشعب الفلسطيني الذي يحتاج الآن إلى وقف الحرب يحتاج إلى خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة يحتاج إلى وجود مكون فلسطيني رسمي وشرعي يمسك بقرار الفلسطينيين في الضفة وغزة يحتاج إلى توحيد المفاوض الفلسطيني إلى أجندة فلسطينية واحدة عن هذه الهواجس نقول أنه من الصعب تصور أن هكذا في وضح النهار تأتي أي دولة ولو كانت الدولة الأولى في العالم ببنيتها سرقة هذا الغاز أو استعماله لغير مصلحة الشعب الفلسطيني أما عن موضوع أن يكون قاعدة للأمريكيين هو قاعدة إنسانية معترف بها الآن سيكون لمصلحة الشعب الفلسطيني قدوم المساعدات بالبواخر ستكون لمصلحة الشعب الفلسطيني وأعتقد أن حكومة نتنياهو قبلت مكرهة مع إدارة بايدن بإقامة هذا الرصيف لماذا؟ لأن نتنياهو يعتبر أن أحد أسليب الحرب هو الضغط على المواطن الفلسطيني ومحاصرة هذا المواطن ما يحرج حركة حماس وكافة الفصائل التي تقاتل ويدعوها إلى تضييق خياراتها بالنسبة لمواصلة الحرب ساد أسعد بشارة الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك